شبك البرامج جديل هاد رمضان كنتي شيب غائب سيدنا اللي وصلت الإشارية واش أنت اللذي غيب أم أنت اللذي غاب واش أنت اللي اختارت بشتغيب ولا غيب لا ما كمدنش كينش ممتين اللي اختار أنه يغيب في هذا الوقت كينين يا إما كيتناساوهم يا إما ما كيخدمش في إطار واحد مجموعة اللي كتخدم في واحد مجموعة الأعمال ولا لأنه ما كيش الدور ديالو فهذاك شي اللي غادي يخدم فيه فلذلك كان هاد السنة أول سنة ما كنستغلش فيها لأنه الواحد مجموعة ديال الممتلين مجموعة الممتلين محترفين طبعا وفي الساحة والواقع والمشاهدوا على الشاشة كالحضور أغلبه جي من إستغرام جي من صحيح يعني إلا انت غيبت كما غيباء نعم معلوم هاد الوضع شوية يبعت هال هالقلق هسرة من الخرجات أنا شنود نبنك كمشاهد شوف شكرا ربما قد نقول شنود نبنك كمشاهدين ولكن هاد الصوت ما كيوصلش للآخرين باللي رأى المشاهد كيطلب حاجة أخرى رأهمل مزيان شكرا أنه نعطو فرصة للناس أنهم يشتغلوا ولكن ما شي بهاد لا مصداقية علش لا مصداقية ما هو أنه لما كيبقى بنت ولا ولد ديال خمسة وثلاثين ولا خمسين عام ولا خمسة وعشرين عام هذا كي لعب دور كبير ديال واحد كبير لما كنكتبوا ديال سيناريو محا ما محطوطش فيهم المجتمع كامل فينا هي مثلا سوعد صابير فينا هي واحد المجموعة ديال الممتنين ماليك العماري وغيرهم لما كالقاهم مش ممتنين أيضا كالزاري وكالدسوكين وكهذا الناس ليش فيهم كامل كثير غابوا وتنساوه مع الأسف وش كل مشؤول على هذا الوضع هذا الملتبس الوضع يعني كل شي شوف أنا أريدك أعطينا المشؤول أول والثالي والثالث أنا أعتقد أن كلنا كانت قاسموا لماذا؟ لأنه لما التلفازة كتدير أعمال وكيبانوا لليش في المشاهدة بطالعين كتقول إذن هاد الشي هو اللي ينقدرون دوبلوه باش الناس من كل يوم يشوفوه لما ببعض البرامج اللي المكال الناس ما كيعرفوش أنه المستشهرين يتحكامون في بعض الأشياء اللي بدوز في أوقات معينة في رمضان فكيقول لك أنا مثلا لغا ندير البراد أنا ما دبي هاد المنتوج كي ناس بالبراد ديالي كل ما كان هادوك الناس اللي غي يعطوك ترل هاداك المنتوج غي يفرض عليك وغي يدوز في هاداك الوقت لنك ما كتبقاش عندك الاختيار يمكن يجيوا الناس ديال التلفازة وكنت منع نوم يديروا خارجات ويعلموا الناس حيث ربما يكون عندي أنا هاد الفكرة غلطة وماشي صحيحة ويقول يلا بلغتي رمشي هكدا ولكن أنا كنحس أن الأمور ما بقاتش لأن التلفازة الدور ديالا ترقي الدوق ديال المجتمع ماشي تنفس مع يوتيوب لا يجيب أن يكون عدد المشاهدات حيث عدد المشاهدات في يوتيوب دي ما غي يغلب را دير حادي تتسير وإحد قط جنويرا المشاهدات كتلع كلمة خيبة كتلع واشهدك كي يعني أننا نديروا عليه المستشارين يخلصوه باش هذا كي يزيد يشوف حيث الناس كي يشوفوه وهذا شي سبح الله قلتو هادي واحد خمس سنين وستسنين قلتو لولد ديري قلتوه أنا لكان خافه وفي الزمن ديالكم سعريب الله خليب قلتوه في الزمن ديالكم أن الناس بدي يخلص باش يشوف جارمة قتل بالمباشر هاي وقعت في مصر مؤخرا أن الولد جبد الأخر صار نو كل شي سبحو لي المشاهدين وهو على المباشر واحد في الكويت واحد الولد أخر اللي لعب عليه علاش لأنه هاد الإنتاجات توباعه بكترة المشكلة هو كثير غير مشي وحنا لو لكن على الكفة الأخرى كان واحد القراءة أخرى تقول بأنه مثلا التجارب تيل الأوروبا أنه كان هيئة إداعة وتلفز الإيطاليا للراي كرش بيرلوسكوني خلق مجموعة من القنوات الخامسة وصلت إلى فرنسا لسانك لسانك فلو العدولات ديال الدولة ولكن هيئة الإداعة الإيطالية أو التلفز الفرنسية الرسمية لا تبحثش على الإشهار لأن الدولة أعطيها الفلوس لها كان واحد تناقض فيما تفقى السابويق هاديك واحد تاشرون عندي تلفازات يقلب على المدخول وممكن يخضع الإكرهات ديال نسبة للمشاهدات التلعات والآبطات نحن لو كانت تلفازة الرسمية اللي عندها الخزينة ديالها من الدولة ومن أموال الشعب ها تخضع لهذه المنطقة كيف الحالك غيكون مع قنوات خاصة؟ هذا هو المشكلة وبرافول لك أنك هذرت على هذه النقطة لأنه هكذا نفكره حيث نحن نشاهد نحن نجد المنديال 2030 سبحان الله أنا جيت في كازا من نصف يابدك تبدل لماذا؟ لأنه لدينا رؤية مستقبالية على تاريخ معين كيف يكون فيه؟ وماذا لدينا هذه الرؤية على كيف يريدون أننا يكونوا في خضم ما معناتها؟ أنك تصوي بلاد تصوي بطرقات ولكن الإنسان لم يخدمتيش عليه ما نميتيش أنا أعطيك مثال بعض المرات كيدوز في إنتاجتنا أشياء اللي لم يكن كاردولي أشياء اللي نعطيك مثال قد يقول البعض لا مبالغ فيه ولكن أعطيك أنا كان تقترح لي واحد المرة لأنه سوف ندخل و سوف نعطيه و سوف نعطيه واحد الباليزة ديالي لواحد مول غاراج و سوف نخرج ومن بعد هذا مول غاراج يحلها و يلقى الدربوغة و هذا الشيء بمعناه هذا الرجل اللي في العمارة دي الكوستيوم رأخدام في بار و يغنيه و هذا الشيء بك يوم بلاتي شنو هاتشي اللي يكديرو زعما شنو هاد قلك هذا حيث هو كيدفع ليون كبير ولكن احنا بغينا نبينو و كميديا أنه سوف ندخل في بار و لا يوجد مشكلة فانه سوف ندخل في ملها ليلي لا و لماذا أنا كذلك المولدي يضع شيء واحد لأمانة يحافظ عليها و أنت يجيب برسوناج و يطيل واحد أمانة و الأخر يحلها لكي يضحك الناس ماذا قدمتين لمجتمعه و لا يوجد قيام يقولوا ياواة كتبها لغلاء قالوا لا كينين يبغي ديرها هو غاراجي يبغي ديرها فوق التنوبيل و تحتحل و سنكتشفوا باللي بندير باللي عنده طريقة ماذا عنده راح كينين أشياء سامة اللي كتدوش في المجتمع دي لأنه من خلال أعمال الدرامية حالي كندوز دابا هاد قوة طلاق والجواج و المشاكين اللي ولاتك كأن الأباء كلهم يغتصبون بناتهم و يغتصبون الخادمات و هادي مشكل كبير إلا من والدي و شبتر كيقول كنا كنفكر ألف مرة و أنا محاشوش تجوفيش يعني كين عزوف و هادا كي أدي أن المجتمع كيتفكك و ما كتفقاش للأسرة كتفقاش الناوات و هيدا كل واحد كي يغيب باللغة دياله و هكذا احنا عرضة سميلا